تظهر هذه السيارات المتهاركة حجم خطورة حوادث السير في ليبيا إذ تتصدر ليبيا القائمة الدولية لوفيات حوادث المرور بنسبة 70% من حالات الوفاة لكل 100 ألف حالة وتشهد طرقات ليبيا بشكل شبه يومي حوادث سير مميتة تتعدد أسبابها الأمر طبعا يفترض أن السرعة تكون هي على الطرقات السريعة لكن تو انتقل الأمر حتى داخل المدن يعني فيها سرعة وعدم انتباه السبب الثاني طبعا في حوادث السير حسب ملاحظتنا نحن للحوادث السير طبعا من خلال الاستدلال طبعا مع المواطنين والناس اللي تقود في المركبات من ضمن الأسباب استعمال السائقين للهواتف المحمولة بل وصل الأمر إلى استعمال بعض السائقين لوسائل التواصل الاجتماعي فاثنان قيادة ومع عدم التزام المواطنين بتطبيق قواعد المرور يعتبر مختصون أن تهالك البنى التحتية في البلاد سبب رئيسي آخر وراء الأرقام المسجلة يهل الوفيات جراء حوادث السير خلال السنوات الماضية هي الأزمة طبعا مركبة الشق الأول أنا أرى من حسب فهمي الشخصي هي تهالك البنى التحتية في الطرق العامة وأيضا في أغلب الجسور الثاني شيء هي طبعا غياب الإشارات أو الإرشادات المرورية على الطرقات العامة أيضا بعض الطرقات لا توجد بها إنارة ليلية هذا يسبب كثير في الحوادث خصوصا في الفترات المسائية وكشفت وزارة الداخلية الليبية أن عدد قتل الحوادث المرورية في النصف الأول من هذا العام تجوز ألف حالة وفاة وهي حصيلة ثاقت عدد قتل الاشتباكات المسلحة في البلاد خلال الفترة ذاتها يسجل نزيف حوادث الطرق في ليبيا أرقاما مفزعة خلال السنوات القليلة الماضية تتعدد أسبابها ولا يزال البحث جار عن حلول حقيقية للحد من ارتفاعها طرج حمزة الحرة من مدينة جمينس شرقية ليبيا